لسون نمبر 2 جينيور 5 كومبيرينج اندورينج فراكشنز اخذنا السنة اللي فاتت في جينيور 4 وفي جينيور 3 كمان how to كومبير بين 2 فراكشنز على حسب ايه الكمبيرينج بعمله كان يئما بيبقى عندي النومريتر ايكول يئما الدينومنيتر ايكول زي ايه زي مثلا لما يكون عندي الهاف والثيرد هنا النومريتر في الحالتين 1 طيب بسأل بقى مين الهاف ولا الثيرد الاول الهاف يعني one part from two parts يعني this whole part اسمه كده هاف طب والثيرد يعني one part from three equal parts يعني الهاف ده كده اسمه ثيرد يبقى لو انا بصيت للتو سيركلز دول مين الهاف ده كله ولا الهاف ده بس طبعا الهاف جريتر طيب يبقى دي رول سبتة عندنا لو النومريتر ايكول والدينومريتر مختلف يبقى النومبر اللي ليه دينومريتر سمولر يبقى هو الفراكشن كله هو الكريتر وكنا بنقولها number up equal number down crazy عشان نفتكرها وما ننساهاش كنا بنقول لو ما يكون النومبر up اللي هو النومريتر ايكول زي بعض number down بيبقى crazy الصغير كبير والكبير صغير بالنسبة للفراكشن كله طيب لو عندي 2 thirds و 2 quarters من el greater طيب 2 thirds دول يعني لو عندي circle كده divided into 3 equal parts يبقى ده كده 2 thirds بتاعها طيب 2 quarters يعني لو عندي نفس circle divided into 4 equal parts يبقى 2 quarters يعني 2 parts دول طيب which 2 parts or which parts are greater الport ده كده أكبر طيب لو جينا نقارنه بده لو عملنا كده هيبقى equal للport ده يبقى عندي الport ده كده زيادة يبقى 2 thirds greater than 2 quarters يبقى زي ما قلنا number of equal number down crazy من المفروض يبقى greater الفور بس في الحالة دي لا 2 thirds هو greater لأن معنى كده أن أنا عندي 2 parts من 3 لكن هنا عندي 2 parts من 4 يبقى 2 parts over 3 هو الغريتر الأكبر من 2 parts over 4 طيب الحالة التانية اللي كانت عندي لما كان بيكون الدي نوميناتر زي بعض هنا عندي 2 هنا 2 هنا 1 وهنا 2 من الغريتر طيب هنرسمها this part have 2 over 2 عندي 2 parts عملت shading لل2 parts كلهم يعني 1 يعني الparticle يعني circle كلها يبقى من الغريتر طبعاً الصيركل كلها طب تعالوا نشوف denominator الثاني غير 2 لو قلت هنا عندي 4 وهنا 4 هنا عندي 1 quarter وهنا 3 quarters من الغريتر لو عندي circle divided into 4 equal parts وعملت shading لل1 part بس بقى quarter ولا 1 circle divided into 4 equal parts وعملت shading لل3 quarters منهم طبعاً 3 quarters greater وقلنا number down equal number up quite يعني ايه quite يعني هادي الكده عادي جداً زيه زي النمبرز العادية مين المفروض يكون greater 3 ولا ال1 3 بقى 3 quarters هو فبركز between between two types دول من الفراكشنز لما بعمل لهم comparing اذا كان number up equal يبقى number down crazy number down equal number up quite طيب ممكن يجيلي حالة تالتة خالص يعملي comparing between two fractions ال denominator denominator اللي اتنين مختلفين يعني هنا لو قلت two thirds والone quarter which fraction is greater لو عند فراكشنز عادية زي كده ينفع ان انا نرسمها حاول اوكي circle divided into three equal parts وعملت shade angle two parts منهم وهنا circle divided into four equal parts وعملت shade angle one part منهم يبقى two thirds greater than a quarter لكن احنا في جونيور فارغ مستحيل ان احنا هنرسم وحنعمل drawing circles ولا كده في الاكزام هنعمل ايه عندي حاجة اسمها scissors اللي هو المقص بعمل كده واعمل multiply اللي انا عملت لهم بالcircle او اللي انا حددتهم بالscissors كده واعمل ايه اقول one times three equal what equal three اكتب three up two times four equal eight اكتب ال eight up من الجريتر ال eight ولا three ال eight يبقى two thirds greater than one quarter يعني باخد النومريتر بتاع الفراكشن الاولاني اعمله times مع ال denominator بتاع الفراكشن التاني والعكس اجي برضو اخد النومريتر ده مع ال denominator ده واعملهم times واشوف من الجريتر ال eight ولا three ال eight يبقى النمبر اللي لي اللي الكتب فوقه النمبر الاكبر اللي يبقى الفراكشن هو تعالوا نشوف examples على الكلام ده هنا مثلا عندي five ninths two ninths which one is greater طب عندي هنا denominator زي بعض nine و nine يبقى number down equal number up crazy مين اللي المفروض يبقى greater الفايف ولا two الفايف طب احنا قلنا crazy يبقى two greater ده في حالة in number up equal طب هنا عندي number down هو اللي equal هنا ال denominator هو اللي equal number down equal يبقى number up قويت يبقى number up بيشتغل عادي جدا two ولا five الفايف number up equal yes number down crazy مين اللي المفروض يبقى greater او اكبر الفتين لا هو هيبقى two elevenths greater than two over fifteen three tenths و three sevenths number up equal yes number down crazy seven ولا ten انه المفروض ten لكن crazy يبقى three sevenths greater than three tenths او لما اراها كده يبقى حقول three tenths smaller than three sevenths طيب هل ينفع طريقة الصزورس مع الفراكشن اللي ليها the same numerator او ليها the same denominator yes تعالوا نقرب هاخد two numbers دول three times ten equal thirty هكتبها هنا seven times three equal twenty one which one is greater thirty or twenty one thirty يبقى هي فعلا الفراكشن ده هو الجريتر طيب four times six equal twenty four seven times five equal thirty من الجريتر thirty يبقى five six greater than four six طب تعالوا نشوف كده طريقتنا العادية اللي احنا ماشيين بيها number down equal number up quite number down لما بيبقى equal بيبقى number up quite من المفروض يبقى greater الفور ولا الفايف الفايف يبقى تفضل الفايف زي ما هي او لو انا فكرت فيها كده من غير ما اعمل سيزرز ولا اي حاجة لو انا عندي كيك divided into six parts اكل منهم five اكتر ولا اكل منهم four اكيد اكل ال five parts هيبقى greater ده معنى ان الديلوميناتر زي بعض ان الحاجة اللي انا بقسمها او بعمل لها divide متقسمة لنفس عدد البارت لكن لما يكون الديلوميناتر مختلف زي هنا الحاجة اللي انا بقسمها مش معمول لها divided لنفس عدد البارت دي متقسمة ل11 parts ودي متقسمة مثلا ل15 parts لكن في الحالتين انا خدت two parts لما اخد two من eleven ولا لما اخد two من 15 مين اللي هيبقى greater يبقى لما اخد two parts من 11 parts greater than two over 11 طيب ممكن يجيلي كمان find all possible values of x which satisfy each of the following relations يعني مثلا عندي هنا بيقول لي what over 9 greater than four ninths with smaller than seven ninths ايه النمبر لين فهحطه هنا بدل x وتبقى ال relation بتاعتي دي صح وتفضل المسألة بتاعتي صح طيب هنشوف هنا عندي النمبر داون equal four over 9 و seven over 9 اللي حطه between them هنا عشان تبقى relation بتاعتي صح وبيقول لي هنا find all possible values كل ال values اللي ينفع تتحط عن ال x يبقى لو حطيت بدل ال x five هتبقى five ninths اكبر من four ninths فعلا هي greater عشان number down equal number up quite وبرضو هتبقى five ninths smaller than seven ninths طب ايه كمان ينفع حطه ينفع برضو ان ال x تبقى equal six لان six ninths هتبقى greater than four ninths و smaller than seven ninths طب هنا عندي number c one وعندي greater than لما بيبقى عندي مسألة ذا كده بقرها من النص يعني اقول x over eight واقول ارجع تاني بقى لليمين smaller than one و greater than five eighths طيب هو ال one ده equal ايه مش equal eight over eight ما احنا عارفين ان ال one equal one over one two over two three thirds four quarters five five and so on يبقى ال one برضو equal eight eighths or eight over eight طيب ال denominator عندي زي بعض طلب مني value ال x ال x هنا ينفع تتحط بكام وتبقى smaller than eight و greater than five ايه greater than five six seven ينفع حط eight no مش هتبقى smaller than eight eighths هتبقى ايه كواليها يبقى ما تنفعش ينفع حط nine ينفع عمل value بتاعة x nine nine eighths no مش هتبقى greater than five eighths ولا هتبقى smaller than eight eighths بعد كده عندنا examples على الفراكشنز لما يكون ال nume ريتر و ال denominator different وهنا عندي ده مش فراكشن عادي two and two thirds و seven fifths لازم الاول اخلي الفراكشن in the simplest form عشان اعرف اعمل له comparing easily بسهولة هعمل ايه في الميكس ده هحوله الفراكشن عادي two times three equal six six plus two equal eight يبقى دي eight thirds طب ودي seven fifths ولا عندي denominator equal ولا عندي denominator equal وهم الاتنين كده in the simplest form how to do make scissors three times seven twenty five times eight اكيد مش هكتب الفورتي دون بقى times eight forty which one is greater forty or twenty one forty this fraction is greater دي بتسهل لي بقى طبعا في many methods عشان اعرف مين الفراكشن المتحدة ومين المتحدة منها ان انا جيب lost common multiple بس طبعا دي اسهل طريقة ان انا هعملها وبتمفع في كل مسائل الكمبيرنج four fifths or one طيب تعالوا نخلي ال one لنفس ال denominator بتاع الفايف يبقى خلي ال one five fifths which one is greater four fifths or five fifths من غير ما اعمل بقى multiplication ولا حاجة انا عندي the same denominator number down equal number up quite يبقى الفور ولا الفايف الفايف يبقى five fifths greater than four fifths طب نيجي لفراكشنز زي ده ten over twenty four fourteen over eighteen هل دول كده in the simplest form no طب تعالوا نخليهم in the simplest form التن وال twenty four اللي اتنين even numbers we can divided by two ten divided two five و twenty four divided two equal twelve طب والfourteen والإتن اللي اتنين even numbers تعالوا نعمل لهم divided two fourteen divided two equal seven عشان two times seven fourteen والتين divided two equal nine خلاص d seven ninths و d five twelves في حاجة فيهم ينفع لتعملها simplify تاني no طيب في حاجة فيهم طلع لي the same denominator or the same numerator no يبقى تعالوا نعمل scissors five times nine forty five و twelve times seven two times seven fourteen four and carry one one times seven equal seven seven plus one equal eight بقت eighty four يبقى من ال greater fourteen over eighteen رغم ان هنا عندي ده twenty four وده اتن لا لكن عندي denominator كمان مختلف فانا مش بعمل comparing between numerator الواحد والdenominator الواحد ولا انا بعمل comparing scissors بنفس الطريقة دي ترجمة نانسي قنقر